نظمت عدد من الكليات وقفات تضامنية لدعم غزة ورفض تهجير أهلها لسيناء ونددت الوقفات بالتصايد الإسرائيلي غير المسبوك على قطاع غزة طالبوا فيها بإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أعلن التحالف الوطني عن دخول اعتصاما مفتوحا أمام معبر رفح للمطالبة بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وذلك تحت شعار مرابطون حتى الإغاثة في ظل ما تشهد فلسطين من أحداث شنيعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها لمستشفى الأهل المعمداني في غزة والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين أعلن التحالف الوطني عن دخول اعتصاما مفتوحا أمام معبر رفح البرية لحين دخول المساعدات بشكل فوري وعاجل رفعنا شعار مرابطون حتى الإغاثة إحنا قاعدين إحنا مش هنمشي غير ما يوصل لهم حقهم حقهم إحنا مش طالبين منهم حاجة كل الحاجات دي من إخواتهم المصريين جاي عشان تدخل فلسطين عشان تدعمهم شوفنا قبل كده كان في ردة فعل قوية جدا اتجاه المدنيين والناس في أوكرانيا طب ليه ما فيش نفس ردة الفعل هنا لإخواتنا في فلسطين فين مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المتطوعون هنا أدوا صلاة الغائبة على روح الشهداء الفلسطينيين وبناء على كون التحالف الوطني صوتا للمجتمع المدني في مصر توجه بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولية والذي يصر على غض الطرف واتباع مبادئ الزواجية المعيير في تطبيق القانون الإنساني الدولية عندما يتعلق الأمر بالممارسة الإسرائيلية الإجرامية أبسط شيء ممكن نعمله أن احنا ندخلهم المساعدات دي وإن شاء الله بإذن الله مش مدمشين من هنا إلا ما ندخل مساعدات دي لأهلنا في غزة بإذن الله اللي بيحصل ده لا يقبله عقل ولا يقبله أي دين ولا يقبله أي إنسانية لحنا نعمله كموظفين جمعيات جايبين معنا حاجات ممكن تغرق غزة كلها معونا نحن نفضل عادين لغاية ما ندخل الحاجة كما طالب التحالف الوطني بجاميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة وفوراً تلبية لندقات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة عندنا حزن شديد جداً من اللي بيحصل جوا الحزن ده ما بنعبرش عنه بكلام وخلاص ولا بنعبر عنه بفعل فعل ده بيبدأ بالجهد اللي حصل المتطوعين والمتبرعين في القاهرة عشان نوصل لمساعدة الإغاثية اللي هنا وإن إحنا نيجي معاها ثم إن إحنا نفضل موجودين لحد ما نتأكد إن شاء الله إنها هتخش وإنها هتعبر من المعبر هنا مربطين لحد ما إن شاء الله نخش لأهلنا وإخواتنا الموجودين في فلسطين وفي مدينة غزة ونقول لهم البقاء لله في أولادنا وإخواتنا الموجودين أولا زين لقوا حتفهم بالأمس كما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية عن تأييده الكامل حول تصريحات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفية المنعقد بقصر رئاسة أكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العامة أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قصرية من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة ويشدد على جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القصري في سيناء ويؤكد على حجد لكل الجهة الدولية لاستمرار الاعتصام أمام بعبر رفح وحتى دخول المساعدات